مساء الخير على كل عشاق ومشاهدي شاشة قناة النادي الآلي أهلاً ومرحباً بكم وحلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي المجري النهاردة هتوقف كده في الأول بس على حاجة مهمة أو هتكلم فيها هتكلم عن التعليق التعليق في مصر لا سر عدو ولا حبيب نفسي أشوف واحد محايد نفسي أشوف موزيع بيعلق على المباريات محايد كله بينسى نفسه وكله بيدش وكله بيتكلم وكله بيقول أي حاجة وهاتي أفلان وهاتي أعلان وتواريخ حتى التواريخ كلها غلط التواريخ كلها غلط أنا معرفش مفيش لجان مسؤولة تشوفي الناس ديت أو تسمع الناس دي حتى أنا معرفش بتختاروهم على أساس إيه وبتسيبوا كل واحد يتكلم زي ما هو عايز كده ليه وفي صالح مين في صالح مين أنا معرفش بصراحة اللي يقول لك الخطط أربعة اتنين أربعة أول ما بيبدأ المباراة يقول لك أس المدرب ده المدير الفني بيلعب بطريقة أربعة اتنين ثلاثة واحد واللي يقول لك أربعة يا جماعة مفيش طريقة ثابتة بس أفاهمكو أنتو معظمكو أو ثلاثة كله بثناء واحد ما بيش حد يفيكو لقى بكورة اللي يقول لك العابة بس بوش رجليه كده اللي عملها بوش رجليه في البقيدة كان نجون يا سلام لو بصباح رجل الصغير أنت ما تعرفش فنيات زيح اللي أوصف الماتش اللي قدامك ما لكش دعوة بكورة ما لكش دعوة حتى بالتعليق بقى ما أنتو حيرتونا معاكو أنتو حيرتونا نفسي أشوف واحد محايد هو كله لين واحد قط واحد ليه والآخر يقول لك بلاش التعصف تعصف إيه بقى التعصف بيجي منكو التعصف ده بيجي منكو انتو اللي يقول لك طريقة يتكلم على الطريقة وبعد يقول لك ليه المدير فني غير الطريقة غير إيه المدير بيلعب حسب إمكانيات اللعيبة الموجودة عنده بمعنى صح القماشة اللي موجودة عنده بيفصلها على قد الملعب بيجيب فلان وعلان بيعرف يوظف كويس إنما كل طول المباريات كله عمال يرغي ويقول لك الخطة أربعة تلاتة اتنين واحد أربعة أربعة واحد ايه يا جماعة فيه ايه اسمه الوصف التفصيلي لمباريات كورة الخدم الوصف التفصيلي لمباريات كورة الخدم التواريخ كلها قديمة يجيب واحد من زبان يقول لك ايه أصل فلان ده والناس ما تعرفش عنه حاجة ما أنا معرفش بصراحة وما لفين المسؤولين عن الإعلام المصري وإحنا عندنا قناة رياضية وقناة رياضية تعتبر من القناوات الكبيرة لو بالطريقة دي هم والناس اللي بتحلل المباراة نقفلها بقى نقفلها يا جماعة نفسي اشوف ناس محايدة انتو اللي بتعملوا احتقام في الشارع المصري وانتو اللي بتعملوا احتقام مع الجمايير وانتو اللي بتعلي لعيب وتوطو لعيب وتمشوا مدرب وتجيبوا مدرب هو فيه ايه؟ عاوز اعرف فيه ايه؟ أنا ليه بقولي التعليق؟ وليه بقولي الكلام دا كله؟ لان احنا النهاردة معنا ضيف وضيفتي ايه القوي ضيف اول واحد دخل بيوتنا واول واحد عرفنا عن ايه تعليق؟ على القرط القدم والراجل شخصية مفيش احسن من كده ولا اجمل من كده ربنا يدينه العمر والصحة انا بقولي الكلام دا ليه؟ انا بقولي الكلام دا عشان خاطر احنا بقينا عندنا بقى سمك لابن طمر هندي والله ما حد عارف حاجة والله العظيم ما حد عارف حاجة الناس المعلقين المفروض اللي هي بتتكلم دي المفروض الناس دي الناس تبقى مختارة صفوة صفوة احنا شفنا الكابتن علي زور شفنا الكابتن محمد لطيف شفنا الكابتن حسين مبكور شفنا الكابتن شربيني كابتن محمود بكر وهلما من النجوم الكبيرة في التعليق وكانت الناس تحب تسمعها انما دلوقتي قال ليه باتكلم كده؟ لان كل الناس ما بتقابلني بتقولي يا كابتن بقى احنا بنوطي التليبيجن عشان خاطر ما نسمعش طب عزين ايه؟ وما لقى ايه قنار يقضي عندنا القرارية يقضية كبيرة وهناخد احداث من هنا واحداث من هنا ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش قولوا للناس اللي هي بتزيع دي الناس المسؤولة شوف قولوا للناس دي ما ينفعش الكلام ده انا بقول لكم فيه احتقام بيحصل من الشرع المصري بسبب معلقين عاوزين يخلصوا على مدرب بيخلصوا على مدرب عاوزين يخلصوا على لاعب يعلوا مدرب يعملوا ده الكلام ده مع المخرجين كمان والتصوير التصوير بقى حاجة صعبة قوي قوي وشوفنا قبل كده ماتشات كتير جدا حتى الكاميرات محطوطة الزواية بتاعتها محطوطة غلط انا بقولي الكلام ده بس كده سريع فانا بقول عشان نحسن من منتج بتاعنا هو النادي الاهلي ليه اكبر نادي موجود في افريقيا في الشرق الاوسط وبيتنافس على مستوى العالم ليه عشان بيحسن من منتج بتاعه بيجيب مدربين على مستوى عالي جدا لعيبة على مستوى عالي جدا فيه سيستم كل واحد بييجي بيخش قلب السيستم ده اللي ما بيعجبوش السيستم ده بيبقى بره في الشارع وقالت لكم مش عايب ان نبقى زي النادي الاهلي لازم عندنا سيستم للرياضة مين المسؤول مين مسؤول على البرامج الرياضية مين المسؤول عن نجيب اي مزيع يطلع يتكلم يقوله اللي هو حاوز يقوله يا جماعة احنا بقينا حاجة صعبة اول الله وحياة ربنا يعني بتيجي على الصق 11 كل من هبه وده بيطلع يتكلم في الكورة ويقول لك اخبار انا عندي اخبار حصرية واحنا تعبت عشان نجيب الاخبار دي كلها في شينك اللي يقول تصريح على لسان على المدير الفني لاي نادي من الاندية ويطلع كلامه في شينك يقول لك ده فيه من غرف غرفة الملابس جيت زيعة اللي قدامك ما ليكش دعوة بالاحداث اللي حواليك ما ليكش دعوة بالاحداث اللي حواليك على كل حال انا هكتفي بالكلام ده بعد كده هقول بقى بالاسامل زي ما انا معاودكم لازم نصلح من حالنا وما انا واحد من الناس لازم اصلح من حالي فعشان كده هكتفي النهار ده اشتركوا في القناة